فالحقيقة المجلس في مرحلته الجديدة مجلس ناهض وانا بشوف شباب جميل لسه حتى صغير السن لكن كبير العقل انا بشوف ممارسات واداء محترم داخل البرلمان الان بشوف مناقشات كبيرة وواسعة جدا داي خلينا نقول ان احنا امام خطوات مهمة في المرحلة المقبلة طيب السؤال بعد دا حيحصل ايه انا في اعتقادي انه لازم يحصل تعديل وزاري فضوء المناقشات دي صانع القرار بيقيم صانع القرار بيقيم كل وزير اه عنده تقاريره بس بيقيم كل وزيره بيشوف المناقشات واحدة وواحدة وفضوء كده اعتقد ان التعديل الوزاري حيتم خلال الاسابيع القليلة القادمة واتصور في ذهني وده منطق تحليل ان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ربما هو الذي يظل مستمر ربما تيش حد عنده معلومة قاطعة ربما يكون فيه من تمانية الى عشرة او من عشرة الى اتناشر وزير يمشي ولو جيت كلمت في الشارع حيقدر يشقول لك على خمس ست وزراء ولك ده ما قداش ده عمل كذا ده شفت المناقشات بتاعته شكلها ازاي ده شفت كان مربوك ازاي ده شفت ان ده مش غير قادر ده شفت مواقفه من كذا من كذا من كذا الناس بتقيم وصانع القرار بيقيم والتعديل او التغيير ده هو سنة الحياة لكن انا بتصور ان المرحلة القادمة مرحلة انفتاح انفتاح على الحياة الحزبية بان احنا جبنا اتناشر حزب سياسي اضافة الى حزب النور اصبحوا ممسيين في البرلمان بشكال كبيرة عندنا مئة تمانية وخمسين عضو ينتموني لعزاب بخلاف حزب مستقبل وطن وهذا الامر الحقيقة كل ده يدينا مؤشر مهم على طبيعة المرحلة القادمة